السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب ان شاء الله نهاردة هنحل اسئلة مهمة جدا في مادة اساسيات طمريض نظري اسئلة قوية جدا جدا بنسبة كبيرة هتلاقي منها في الفاينال يعني انت لو لسه مامتحنتش الفاينال يعني هيجي منها يعني فتركزوا معايا واحدة واحدة جدا ونحل الاسئلة طيب قبل ما نبدأ عايزين انت فقال حاجة الاسئلة محلولة ملكوش دعوة بالحل احنا هنعمل ايه انا الاسئلة اللي عيني او اللي انا اقول علىها مهمة وهنحلها دي اللي احنا ايه مرتزمين بيه لقيت مثلا حاجة محلولة مثلا انت شك فيها الحل ده ملكوش دعوة بالمحلول اهمين هتلاقي شايفين كده الاسئلة اسئلة كتير محلولة ملكوش دعوة بيها طيب احنا يعني هاختار مثلا شوية اسئلة كده مهمين لان الاسئلة كتير يعني اول سؤال معنا سؤال سهل وجميل وتركي الاسئلة اللي العين او البشنت بيجي يقولها لي اما الاسئلة اللي هي الاوبسيرفر اللي انا با شوفها او اللي انا بقسها زي مسلا اس درجة الحرارة اقس النبض اقس معدل التنفس اما السيبيات هو جاي يقول لي مثلا انا عندي الام انا عندي كزا او كزا فهي السابجيكتم اللي جاي بينيه انا خلاص حلت السؤال يبقى السبجيكتف دياتا البين العيان جاي يقولي انا عندي مثلا الم في دراعي وهكزا طيب ده اول سؤال معاني تاني سؤال اه بقول لك من اللي جاي دمت من ال برايمري داتا قلت لك برايمري يعني حاجة اولية وقلت لك مثال على ايه اللي هو البيشنت البيشنت ده برايمري طيب سؤال جميل السؤال اللي بعضه عدوا الاسئلة ده يا شباب مش عايزين هالوقتي عايزين نحل اه حلم السؤال ده مهم جدا رقم تلاتة وعشرين ده سؤال كويس اه 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 ركز كده بقول لك من اللي جاي ده اه 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 لا غلط ده الاطفال يعني كل ما يعني ما يعني هتونقف طفل او كل ما لقى الشخص بقى عمره يعني اصغى يعني قليل بيكون معدل التنفس اعلى فاهمين فالايه هنا تبقى غائي هنا ده مش هنختار لان او بقولك ايه زان اه زان اه زان اه زان الادلت لا ده هو اعلى يبقى ديت مش هي تبقى معها نشوف اللي بعدها هرسي ادلت بريس ابوت يعني احنا عارفين اه من 12 الى 20 سايكل بير منت فالاجابة ده صحيحة وحنا عارفين النورمال رينج من 12 الى 20 وانا شرح هذا اكتر من المرة طيب ما تبصر كده على الحاجات اللي بعدها انت عدتها كده ما ممكن يكون فيها حاجة صحة على مقرأة زي الاسبيروتوري ريت دي كريز ان ريسبونس تو ان كريز متابوليك ريت دورينج بيريكسي لا ده ريز بيريكسي لا ده ريز بيريكسي لا ده بيزيد فاهمين يا شباب طيب دي كمان استبعدنا يبقى مش معاني احنا عارفين اللي اجابة الصحيحة هتبقى التاني طيب رقم 4 ان انجريز ان انترا كرينا البرجر استيموليت زي الاسبيروتوري سنتر ان ان انجريز زي الاسبيريشن ريت لا وانا قلتلك وشرحت لك السؤال طيب نكمل السؤال ده بيتكرر كتير في الامتحانات بنسبة كبيرة هيتلاقيه ريجوليت وفي البدي تمبرشر اللي بتتحكم في اللي بتعمل ريجوليشن للبدي تمبرشر اسمه الهايبو سلامة السؤال ماشهور يا شباب واحفظوه تمام تمام السؤال اللي بعده زي مرود بتوين ايتش بالس بيتكولض اي بالس ريزم سؤال سهل زي سايفات تويتش ايز بالس از موست كوميلي تيكي ايو اللي هو الريديا الارتري الريد الارتري بيبقى مور اكسيسابول او قصدي ازلي اكسيسابول يعني سهل يعني بناخد من اسم البلس اللي انه احفظوها ازلي اكسيسابول سهل الاصول اللي يعني ويعني بيستخدم على طول فاهمين فاهمين ازلي اكسيسابول احنا حلنا ده ناخد اللي بعده او رقم اتنين و تلاتين ده الريد الام سيصب للمتقله قالوا ايه مال readilyابة الثانية طيب اللي بعدد اوه كلمة دهيات اوه كلين الاكسيسابول يبقى صعوبة فإحنا كنا عارفين كلمة ديزن اللي هو صعوبة عنده صعوبة في التلفز مش قادر إيه ياخد نفسه كده طيب تبقى إيه كلمة ايو ابن ديت كلمة ايو ديت يا شباب يعني إيه نورمل كلمة ايو ديت كلمة ايو ديت يعني نورمل لو كلمة ديزن لو اتحطت قبل ديت معناها دفقالتي أما كلمة ايو ديت ليه إيه نورمل بريسنج السؤال ده كان الفاكر هو كان جايلي سؤال مهم فاهمين يبقى دي إيه إيه أنا عايز أخد سؤال مهم جدا جدا آه ناخد دي مثلا essential أو primary hypertension occur due to a primary hypertension حاجة أولية حاجة أولية يا شباب يعني حفظوا كده يعني بدون سبب أما الحاجة السنوية السكندردية بديبقى لها سبب فاهمين بيقولك إن primary hypertension ده occur due to a non-cause يعني معروف مش معروف ليس معروف للسؤال حاجة كده بتبقى فاهمين فاهمين طيب آه ursustatica hypokention ديت بتيجع على طول في ليم تعانيات هتلاقوه ursustatica hypokention يعني يعني الإنسان مثلا لو كان نايم وقام فجأة كده تلاقوم إيه حصل هبوط مرة في الضغط وقا كده حصلت لنا الحت دي مثلا أنت تكون نايم وحد مينادع عليك فتقوم فجأة فتقوموا طول النهار دايخ فاحنا بننصحكم أو تعرفوا بقى وتأنتوا تعرفوا تعرفوا بقى قريبكم وكده لأ مثلا تقوم من عاستير وتقوم شواء بعد كده تقوم لأن عشان مثلا ممكن تقوم عامل حركة زي كده تقوموا على الأرض ولا الحاجة حد كبير في السن وكده طيب دي يعني إيه سؤال جميل جدا هتبقى اللي جابة ايه التالتة طيب عايزين سؤال كده قلت لكم الأسئلة اللي محلوة لدي يا شباب يعني ما ركوش دعوة اللي احنا نحله مع بعض اللي نركز فيه طيب نو نو اه كاراكتوريستيك أوف نورمال رسباريشن ايوة بتتكون من ايه من رت ورسم دي بس طيب ده اللي الرابح صحيح محلوة صح اه بركشن ايوة السؤال ده جميل بركشن وزا شستو لما بنعمل بركشن وانتو أكيد خدتوا بركشن خدتوا بركشن وخدتوا بلبشن وخدتوا انسبكشن ولتلك البركشن ده احنا بنعمله عشان يساعد ايه مثلا لو فيه مثلا على سيدر في البورمقاي وكده في الحواية الصلاة الأوية فلما بتعمل بركشن على السيدر فبيحصلها لوزنج كده السيكنس بتاعها بحصل لوزنج ومنساعد انها تخرج اميني بل جيبة التالت طيب احنا لسه حلين الوقت بتاع البلس الاسمي ده فوق اه احوشوفو كلمة دي بريزينج هاي جد قدامنا شوفو ديزنيا طيب النور ما لسميه يوبن لسه حلين هلوقت طيب عند حاجة ايو فحاجة اسمها البلس بريجر اس ديفرنس بتون اي السيستوليك ان الدايستوليك سؤال سه طيب السؤال بتاع ال 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 اي قلت لك حالة من التكامل العقلي البدني الروحي الاجتماعي مش مجرد غياب المرض يبقى لاجابة صحيحة هلس اذا كومبيليت فزيكال مينتل الوالبينج ونحن اكيد حفظنا التعريف ده اه بقول لك الفيزيكال البدني ايه من الصحة قلت لك ان الشخص يقدر يقوم بالمهام المطلوبة منه ان الشخص يقدر يروح الشغل ويعمل شغله ان الشخص يقدر يقدر المهام المطلوبة منه في اليوم يعني مثلا يروح الشغل وكده حاجة فيزيكال بدنية اما السيكولوجيكال ده الحاجة النفسية والحاجات ده ان شرح لكم والكلام والمينتل والكلام ده والسبرتشوال الروحية اما ههم بيتكلم عدد الفيزيكال وكده هتبقى الاخير اليه وكده يقدر يقدر المهام المطلوبة منه واشتي في الفيتنس فاهمين فاهمين لو جدت تبص على حاجات تلاقي مثل اولا التابعة السيكولوجيكال وكلام ده عدد مش معانا هتبقى غلط يعني لانه مش طبع الفيزيكال فاهمين فاهمين ناخد ايه اه هنا بقولك من اللي جاي ده من حاجة الانتليكشوال حاجة عقلانية او حاجة يستخدم فهل منتل اللي هتبقى التاني قبل التونان يقدر يتعلم يقدر يستخدم المعلومات يقدر يزاكر يقدر وكده فاهمين الحاجة منتل يقدر يحصل معلومات وكده يبقى اللي جاي تبقى ايه التانية طيب ايه اشوف فقا كلمة اموشنال حاجة اموشنال تبقى اموشن اهو اموشنال اموشنال مثلا توطر ضغط وكده يقدر يعبر عن مشاعر وكده حاجة ايه ناخد ايه اه دي تبمين اللي جاي من السوشيو كالشر السوشيو كالشر اللي هو ايه حاجة الحاجة الاجتماعية بقى انه يقدر يتعامل مع الناس يقدر يعفي كميونيكيشن بينه وبين الناس وكده طيب نكمل عايزين سؤال كويس ايوه عايزين نركز على البرائمري والساكندري والتيرشار احنا هنا مرحلة اولية هنا الشخص ما عندوش حاجة فاهمين بس احنا هنا عايزين نعزز الصحة بتاعته عايزين نبعد عنه الامراض وكده طيب الساكندري قلتلك الساكندري الحاجة يا شباب ايه يعني بيسموها مرحلة السكيريني بنزل مثلا نعمل مسح كده او نسمع نعمل نزل نزل حاجة نزل نعمل مسح او مسح يعني مثلا الناس يكون عندها امراض وما تعرف ش اللي هي عندها امراض فاحنا بنكتشفهم في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الساكندري دي وبنساعدهم ان هما ما يوصلوش للمرحلة التالتة لان المرحلة التالتة ده خلاص بقى بيسموها مرحلة ان احنا بنبدأ نعمل اعادة التأهيل علشان الشخص يرجع زي الاول واحسن فهمين يعني مرحلة الترشيار ديت المرحلة اخر ديت بقى المرحلة حصل وكده فاحنا بنحاول ان احنا نعمل بالمرحلة التانية احنا نعمل عشان مسلا لو في امراض في حاجة ما يعرفش ان هو مرض وكده فاحنا نكتشفها ونبنع مضاعفات فهمين الحتة ديت اكيد فهمين مثلا نختار رقم 59 ده بتقول مثلا للناس يعني الحامل وكده اهمية الفوليك اسد هو حمض الفوليك طيب اكد انتم شفتوه ياخدو يعني البريجناند علشان يمنع ارجان الوحاجات كده تاخدوها في مادة اطفال بس تعرفون هو يعني بيساعد الوومن وكده وبيساعد كمان الجنين طيب ليه تبديحنا في مرحلة ايه في مرحلة الوقتي ايه يشوفوا احنا بنساعد ان احنا نعزز الصحة يبقى برايمري بريفنشن طيب ديت تمام نختار مثلا ايه نختار مثلا او زي مثلا بتاع سؤال كوفيد ده واحد زاك يقول لي هو شخص عنده كوفيد فانا لازم نلبس الجلافز ولا لازم 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 كل حاجة كل لابس فاهمين اكيد انتو شوفتوا يعني الناس دكتور ونيرس لابسين اللي هي البيبي وانتو عندو سكشن في العمل اللي هو كان تبع البيبي ناخد ايه طيب نختار مثلا السؤال 69 ده ويقول لك which style of questions are you to obtain clear understanding of and issue and follow your client source ايو نركز بقى مع بعض في حاجة شباب اسمها closed ended question وفي حاجة اسمها open ended question طيب ايه الفرق بينهم closed ended question يعني شوف تتسأله سؤال يايس يانو فاهمين يعني مثلا تسأله حاجة هو يرد بها مش محتاجة توضيح اسمها closed ended question اما open ended question هو سؤال مفتوح هو يبدأ يعبر عن نفسه يقدر يتكلم يقدر يخرج لجواه اسمه open ended question تقول له مثلا انت عملت ايه في الاجازة دي او تسأله سؤال كده مفتوح عملت ايه في الاسبوع اللي فات او عملت ايه وكذا هيقعد بقى يحكي لك اما closed ended ده يايز تسأله السؤال يا نعم يا لأ فاهمين يبقى هو انا عايز يحصل على محلومات وكذا وكذا يبقى هيستخدم open ended question اللي هو السؤال المفتوح عايز يعني سؤال مفتوح وانا شرحتها لكم وفاهمتها لكم ودي يا شباب كانت نهاية الفيديو يا رب الفيديو عجبكم مش هوصيكم لايك على الفيديو كومنت جميل وانزل اشترك في القناة وفعل الجرس علشان ورواح تشوف الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله